إذا رجع معلش للانتخابات وكان من مخترحات الأمانة العامة للحوار أنه رفعتها للسيد الرئيس أنه الإشراف القضائي على الانتخابات يستمر حتى إحنا عارفين دستوريا هذا ينتهي في يناير 24 وإحنا عندنا انتخابات رئاسة في 24 ومثلث ما بعد ذلك بعدها انتخابات برلمان هنا بقى يعني رفع ذلك للرئيس والرئيس قال وصى بي أنه تدرس هذه الأمور في رأيك دي يعني هل لها مخرج اللي هي أنه يتم أن يكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية القادمة والبرلمانية أيضا أعتقد أنه سوف يكون ما أعتقدش يعني أنه يعني الرئيس رحب به وأعرب عن رغبته ده يتم أعتقد جميع العزاب السياسية المصرية جميعها أنه مطلب مشروع وعادل يعني يحتار الانسان في تفسير أسباب من يرفضه لا هي مش يرفضه ولكن أنا أصلي قانونا ودستوريا وكده يمكن هل محتاجين تعديل دستوري مثلا محتاجين تعديل في القانون فقط فقط في القانون فهذا أمر ممكن أمر ممكن يمكن أنه هو تنفيذه وأعتقد أنه الأرجح أنه يتم طيب خلني بس أولا حاجة تانية كمان أولا قلتي المثال أنت قلتها حضرتك هو بعد كده هي ليه مش مكلمة أنه من الأول قلنا يا أخونا التشخيص وإبداء العلاج والتشخيص ووصف اللي حصل مش مطلوب لكن لو مصرع ليه قوله قولي نعمل إيه فالضمان أنها مش مكلمة أن هذا الحوار يجب أن يخرج وده بقى دور المقررين بيسمعوا الكلام ده كله تشوف بها ساحات التوافق ويه بتخرج بيه اقتراحات محددة قد تكون أنك بتغير في توجه سياسي معين في سياسة من السياسات أو اقتراح بتشريع أو تعديل تشريع ففي نهاية الأمر حيبقى في مقترحات محددة سواء سياسات عامة أو تعديل تشريع